اشتركوا في القناة يلتقي وزراء الاعلام العرب ويؤكدوا على مبدأ اعلاء منطق ومفهوم الدولة الوطنية وفيات فيروس كورونا في العالم تتجاوز اربعة ملايين حالة الحديث عشرة صباحا التاسعة في جريناتش موغزون اخباري جميعا حضراتكم من القاهرة اهلا بكم اكد الرئيس عففتاح السيسي اكد ان ما يجمع بين مصر والسعودية من علاقات تاريخية راسخة على جميع الاصعدة واشدد على موقف مصر الثابت من دعم امن واستقرار المملكة الذي يعتبر جزءا من امن مصر القومي جاء ذلك خلال استقباله وزير التجارة السعودي حيث اكد الرئيس السيسي الدعم الكامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التنموية مشيرا الى حرص الحكومة على التواصل المنتظم مع المستثمرين السعوديين لدعم انشطتهم في مصر وخلال اتصال عبر تقنية الفيديو كونفرنس تلقاه من رئيس وزراء ماليزيا محي الدين ياسين رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح افاق جديدة للتعاون مع ماليزيا واوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية اوضح ان الاتصال قد تطرق الى التباحث حول تعزيز التعاون الثنائي على الصعيد الامني وفي مجال مكافحة الارهاب والفكر المتطرف وفي مجال التعليم الديني في ضوء مكانة الازهر الشريف اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان ثوابت سياسة الدولة المصرية التي لا تتغير قائمة على عدم تدخل في شؤون الدول او زعزعة استقرار الجيران من خلال استخدام ميليشيات او جماعات مسلحة واشار خلال استقباله وزراء ومسؤولية الاعلام العرب الى ان دعم المؤسسات الوطنية هي اساس تقدم واستقرار الدول ودعا الرئيس السيسي الى اعادة دور الدولة الليبية على حساب منطقة الميليشيات وسيطرتها مشيرا الى وقوف مصر الى جانب الحكومة الشرعية في اليمن ومساندة لبنان ومؤسسات الدولة فيه وكذلك دعم العراق ومستقبل سوريا واقامة دولة فلسطينية مستقلة اوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الى مدينة بنغازي ذلك استكمالا لزيارته الى ليبيا والتي استهلها بزيارة العاصمة الليبية طرابلوس في اطار الجهود المصرية لتعزيز تعاون المشترك بين البلدين وقد التقى رئيس المخابرات العامة المصرية خلال زيارته لبنغازي المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي معربا عن تقدير مصر لجهود وتضحيات ابناء الجيش الليبي في محاربتهم للارهاب وحفاظهم على مقدرات الشعب الليبي مؤكدا على استمرار الجهود المصرية لدعم الاستقرار بليبيا هذا واشار الى اهمية المؤسسة العسكرية في تأمين الاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها الانتخابات العامة المقررة ومن جانبه اكد المشير حفتر على تقديره العميق للاهتمام الذي يوليه الرئيس السيسي لليبيا والدور المؤثر الذي تلعبه مصر من اجل انجاح الجهود السياسية واعادة الاستقرار بليبيا اعلن مجلس الوزراء ان وزارة الصحة قد وضعت خطة لتأمين الامتحانات بغرض الحد من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب هذا وخلال تقرير الذي استعرضه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والمقدم من وزيرة صحة هالزايد فان الخطط التي اعدها قطاع الطب الوقائي بالوزارة استهدفت تطعيم العاملين بوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لمراحلها المختلفة التي تضمنت المرحلة الثانوية والجامعات والكليات وغيرها وتطرق التقرير الى خطة وزارة الصحة لتطبيق الاجراءات الوقائية الواجب اتباعها اثناء الامتحانات يواصل الناخبون الايرانيون الادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية وكان المرشد الايراني علي خامني اول المقترعين لدى فتح مراكز الاقتراع ابوابها في السابع صباحا بتوقيت المحلي والى جانب الانتخابات الرئاسية تشهد ايران انتخابات تكملية بغلمانية وكذلك انتخابات رؤساء البلديات تجاوز عدد الوفيات المرتبطة بضايروس كورونا في انحاء العالم مستوى 4 ملايين حالة وفاة وفقا لاحصاء اجرته رويتز وبينما وصل عدد وفيات قف 19 الى مليونين خلال ما يزيد عن العام بقليل تم تسجيل المليونين التاليين خلال 166 يوما فقط وفقا لتحليل الرويتز وسجلت الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا والمكسيك نحو 50% من وفيات العالم نهاية الموجز لمزيد من الاخبار يمكنكم دائما متابعة موقعنا على الانترنت اكسا نيوز دوتيفي كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب دمتم سالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة